طيب جات من اين فكرة ارجع اجي مصر وابتدي اشتغل في الدراما المصرية وفي السينما المصرية؟ كان حلم من احلام ان انا اجي مصر وانتي فسوري اه اكيد وكان حلم يعني لمكن كنت اتخيله انه يحصل لان اه مصر طول عمرها فتحة عبوابها لكل الفنانين وفيه كتير فنانين نجوم مهمين هما في الاصل غير مصريين ومصر اديتهم الفرصة وكانوا قبقوا نجوم في مصر بس ده عد عليه وقت كبير يعني كان فيه وقت كده مفيش حد جه من برا عارف من بعد رغضة فان انا اجي بعد المدة الطويلة دي فكان بالنسبة لي حاجة حاجة كبيرة جدا وحصل بصدفة كنا بنعمل مسلسل اسمه الطارق هو كان انتاج التلفزيون المصري وحد مشارك وكان بيتصور في سوريا فهم كانوا القصد كان كله مصري بس عايزين البطلة من سوريا يعني وتحديدا لعنصر النسائي عشان يعني يبقى فيه تبقى عمل مشترك سوريا ومصري فوقتها خدت دور البطولة قدام النجم ممدو حد عليم الله يرحمه ويرحمه واشتغلت في سوريا صورت مسلسل في سوريا اتعرضت فيه مصر وفي نفس الوقت كنت بعمل أول انتاج ليا اللي هو مسلسل الخط الأبيض ومسلسل نجاح نجاح مبهر في كل الوطن العربي فالتنين دول عملوا لي كريدت كبير جدا لقيت نفسي بيكلموني بيكلمني ممدو حد عليم الله يرحمه انت مش بتحب تضوء الشارد انا كنت بحب تضوء الشارد قوي تقول له اه مش بتحب صفا عامر تقول له اه مجدى بعميرة دلوقتي طبعا هنشتغل مع بعض تقول له اه قال لي طب فيه مسلسل كذا كذا اسمه الحب وموتن وانت البطلة فيه فانا ما صدقتش قال لي هبعطلك الورق بعطي الورق الورق طحفة فعلا مكتوب حلو قوي نزلت مصر وكانت البداية بس اللي اخرج المسسل كان مجدى احمد علي وقتها طيب مصر دلوقتي هي هوم يعني انت الوقتي اما بكلمت لي مصر بيتي اه مصر بيتي ازاي ده حصل واسه هقولك على حاجة من الاخر انا روحي مصرية انا بحب مصر يا جماعة معرفش عايش برا مصر يعني انا لو سفرت اسبوع حيث نفسي خلاص مش قادرة عايز ارجع بجد لو ودتني فين ما ودتني انا عايز ارجع حياتي هنا اهلي هنا كل شغلي هنا صحابي حبيبي كلهم هنا فانا فعلا يعني مقدرش عايش برا مصر طب امتى بدأ الاستقرار في مصر لا بقى لي كتير كتير انا من ساعة ما جيت مصر باشو الله واستقرت في مصر فاصبح هوم يعني بلدي بلد الاقامة هي مصر اه طبعا واهلي كمان اهلي بقى لهم كتير جدا هنا فيعني كلنا هنا وعيالي اصريت انهم ما يتعلموا في مصر كمان اشتركوا في القناة